رأسة المديرة العامة بوزارة إدارة الأراضي والحكم المحلي أعمال فتاح الورشة المتعلقة بتقوية قدرات عمال إدارة الأحوال المدنية حول نظام تحديث الأحوال المدنية في جاءة تقرير محمد حسن آدم تنفيزا لخارطة الطريق التي وضعتها وزارة إدارة الأراضي والحكم المحلي بهدف التطبيق الفعلي للامركزية الإدارية وتحديث نظام الأحوال المدنية بشادة جاء تنظيم هذه الورشة التدريبية القاصة بتقوية كفاءات عمال إدارة الأحوال المدنية والبلديات وذلك من أجل التسيير الأمثل لسجل الأحوال المدنية والمتمثلة في شهادات الميلاد والزواج والوفيات وكذا حفظ البيانات إلكترونيا ممثل برنامج دعم الإدارة الرشيدة في كلمته بهذه المناسبة قال إن الهدف من تنظيم هذه الورشة هو السماح لأمال البلديات تاكتصاب خبرات جديدة تمكنهم لأداء هذه المهمة الوطنية المدير العام لوزارة إدارة الأراضي جاسيمتا لانفابو قالت أن هذه البادرة تطابق مأسياسة الحكومة الرامية إلى تحديث نظام الأحوال المدنية مضيفة بأن الخطة التي ودعتها الوزارة منذ العام 2012 ساهمت في تنفيذ العديد من البرامج الخاصة بتحديث نظام الأحوال المدنية وتقييم العنشة التي حققتها منذ إطلاق هذه الخطة كما طلبت من المشاركين الأخذ بعين لاعتبار جميع المعلومات التي سيتحصلون عليها خلال مداولات فعليات الورشة والتي ستستمر لمدة ستة أيام ترجمة نانسي قنقر